بعد ان استقر غبار الدبابات او دبابات الاحتلال وسكن هدير مقاتلاته المدمرة فوق سماء خان يونس وانسحبت معظم القوات الاسرائيلية من المدينة تكشف حجم الدمار الذي حل بها على اقدامهم ساروا او حملتهم عربات خشبية تجرها الحمير هكذا عاد المئات من سكان المدينة التي عاش فيها يوما اربعة الالاف فلسطيني او اربعمائة الف فلسطيني كثيرون عادوا الى مسقط رأسهم ليجدوه بلا معالم بعد تضرر معظم المباني حيث حل الركام مكان منازل كانت تضج يوما بالحياة حتى الشوارع تم تجريفها والمدارس والمستشفيات لم تعد صالحة لاي شيء بسبب اشهر القصف والقتال المستمر من قبل عدو يعتبر خان يونس المعقلة الاهم لحركة حماس ويمثل انسحاب القوات الاسرائيلية من خان يونس اشارة الى نهاية مرحلة رئيسية في الحرب ضد حماس وقفض القوات الاسرائيلية في القطاع الى واحدة من ادنى مستوياتها منذ بدء الحرب وسائل الاعلام الاسرائيلية قالت من جهتها ان جيش الاحتلال ووزارة الامن يقومان بشراء مئة الف خيمة تكفي كل خيمة لاثنى عشر شخصا لادخالها قطاع غزة ومن المقرر ان يتم توزيع الخيام من قبل المنظمات الدولية على نازح رفح حتى يتم نقلهم شمالا استعدادا لعملية في رفح باشارة واضحة على ما يبدو الى ان خان يونس المدمرة ستكون استراحة لنازح رفح لحين تدميرها هي الاقرار اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة